اشتركوا في القناة كنت بداية مثل أي بداية لأي لعب قرد قدم في السن صغير جدا كنت ألعب مع هذا النادي اللي هو اسمه نادي نجم آسافي لعبت معه أكثر من سبع سنوات في جميع الفئات الصغرية حتى الفريق الأول بعدها الحمد لله انتقل في فريق الأول للمدينة اللي هو اسمه أولنبيك آسافي لعبت معه تقريبا خمس سنوات أحرص عديد من الألقاب البداية الحقيقية كنجم هداف كانت مع نادي أولنبيك آسافي المغربي والذي بدأ فيه عبد الرزاق فعليا تصطير اسمه في سجل الهدافين كنت نلعب في شبان أولنبيك آسافي في الأول وفزت معهم بهداف البطولة وكان مدرب فرنسي اسمه لورون هو اللي أخذني من شبان ولعبت معه الموسم الأول في الكبار أكيد الموسم الأول ما يكونش بنفس القوة لأنه لازل سني صغير أنا ذاك الحمد لله السنة اللي بعدها كان الحمد لله الحقيقي في الدولة المغربي وسجلت كثير من الهداف وساعدت فريقي في احسن المراكز المتقدمة في الترسيل والحمد لله الموسم الثاني اللي مع أولنبيك آسافي استطعت أنني نفوز بدوري هداف بدوري وقدت فريقي للعب نسك نهائي كأس واحسنين المركز الثالث في بطولة الحمد لله دخل بعدها عبد الرزاق حمد الله سماء الاحتراف الأوروبي فعاش الكرة في محيط النرويج وطار بعدها لاحتراف من نوع آخر في الصين كل دوري عنده مميزات دياله وسيلبيات دياله الدوري النورفجي كان هو كبوابة لي باش نحترف الدوريات الكبرى الأوروبية والحمد لله كنت غادي في الطريق الصحيح جوني عراض كبيرة من فرق كبيرة في الدوري الألماني الدوري الضماركي التوركي لكن القدر أنني ذهبت للدوري الصيني اللي حقاً كيعتبر من أقوى الدوريات الأسيوية وعنده لاعبين كبار مدربين كبار مشوار عبد الرزاق مع المنتخب المغربي بدأ بالقصة الأغرب حين ساهم في تأهل منتخبه الأولمبي لأولمبياد لندن 2012 لكنه لم يشارك فيها ذكرى سيئة في مسيرتي الكوروية لكي تساعد المنتخب الأولمبي بأنه يتأهل الأولمبياد لندن وأي منتخب وأي فارق يتمنى أنه يلعب أولمبياد سجلت قريباً تسعة أهداف المنتخب الأولمبي في التصفيات لكن الهدف الأهم هو اللي سجلته بشتأهل المنتخب الأولمبياد لكن كبقى كورة القدم فيها اختيارات والمدرب أنا ذاك عنده اختيارات خاصة كان احترمها وقد كانت منى للمنتخب الوطني المغربي للأولمبي حد سعيد لكن ما استطعوش أنهم يتأهلوا للدور الثاني وكان تجربة يعني مشي فاشيلة ولكن تجربة غير مكتملة وبعدها الحمد لله حمد الله قال الكلمة دياله وانتهد الكبول اللي ولت من الماضي استطاع بعدها حمد الله فرض نفسه بتشكيلة المنتخب المغربي الأول راسماً فيها العديد من الصور الأجمل أجمل لحظات يمكن سجلت الهاتريك هذه أجمل يمكن أجمل لحظة أنه بشتسجل هاتريك مع المنتخب مشي سهل الحمد لله سجلت هاتريك أنا ذاك وكنت فرحان كثير حمد الله الذي استقبل العديد من العروض في نهاية الموسم الماضي صب جام تفكيره في كيفية استياد العرض الأفضل فاختار قطر بناديها الجيش حقيقةً عندما انتهى موسم ديالي مع فريق قوانزو الصيني تلقيت كثير وكثير من العروض يمكن أكثر من خمسة عروض وكنت كنتمنى حقيقةً أنني أن نمشي لأوروبا لكن بعض العروض ما راقيتني شو مراقيتش الفارق ديالي بعدها تغير التفكير ديالي على أني نفقف آسيا وحقيقةً ما كينش ما أفضل من فارق الجيش في قطر هذه أول حاجة الثاني حاجة أنني غادي نعمل مع مدرب كبير ليسموه صابري اللاموشي ومع هاد المجموعة تاع اللاعبين اللي حقيقةً متميزين كنت جد متفائل أنني نكون هنا الحمد لله كيف عرف جميع أنا اختيار ديالي اختيار صائب الحمد لله أنا في سنة جميلة مع الفارق وكنتمنى أنني إن شاء الله أن نكمل على هذا المنوال إن شاء الله استطاع الحمد لله وبفترة وجيزة أن يخطف الإعجاب عن جدارة واستحقاق ويبدأ مشوار الاحتفال التهديفي مع نجوم الجيش لاعبين فارق الجيش لاعبين متميزين جداً كنظن أنهم من أفضل أو أفضل لاعبين في الدوري القطري كيساعدوني كثير كيمنحوني كل تيقان الحمد لله وأنا جد سعيد أنني بين هذه المجموعة الجميلة جداً الجيش هذا الموسم وتحديداً في الجولات الأخيرة الماضية هو من حمل راية المنافسة على صدارة الدوري لكن الفارق النقاطي الذي يحلق به الريام بعيداً عن المنافسين قد يعطي الجيش نوعاً من التلميح بأن الأمور حسنت كرة القدم ما فيهاش أي مستحيل تعرف كرة القدم هي كرة دائرية يعني أي شيء ممكن تتوقع منها أكيد فارق الريان اقترب من لقب واحد نسبة كبيرة لكن كل شيء وارد في كرة القدم نحن نلعب كل مقابلة بمقابلات نتمنى أن ننفوز بكل مقابلات وإن شاء الله نشوف الدورات المقبلة كيف تتخبي إلينا لكن الأسباب اللي خلتنا نبعد شوية على الأول ترتيب هو كما شاف الجميع أن الإصابات يعني تقريباً نصف الفارق أو أكثر من نصف الفارق كنا مصابين من بينهم أنا أكثر من شهر يعني أكيد أي فارق عنده الإصابات لا يمكنش أنه يكمل بنفس المنوان عبد الرزاق حمد الله والجيش سطور كتبت منذ الجولة الأولى وقد تملأ العديد من الصفحات في المستقبل فارق الجيش إن شاء الله أكيد إن شاء الله هذا الموسم سيفوز بأحد الألقاب هذه أكيد إن شاء الله ودوري أبطر أسيس إن شاء الله أنا أتوقع أن نكون الحيصان الأسود وإن شاء الله نحقق نتائج كبيرة لتشرف فارق الجيش وتشرف دولة قطر إن شاء الله